الصرخ يعرف هذه الحقيقة يعرف من أنه ينطلق من منهج حوزوي طوسي مرجعي يقوده إلى هذه النتائج النتائج التي تحدث عنها الصرخ فيما يرتبط بهدم المراقد الشريفة أو في سائر الموضوعات العقائدية الأخرى لم يكن قد خرج فيها عن منهج حوزة الطوسي عن منهج الخوئي عن منهج محمد باقر الصدر عن منهج السيستاني وعن منهج سائر مراجع النجف وكربلا المنهج هو المناج هذه الحقيقة من الآخر مثلما أحمد الكاتب على المنهج نفسه مثلما كمال الحيدري على المنهج نفسه مثلما محمد حسين فضل الله على المنهج نفسه مثلما أحسين المؤيد على المنهج نفسه وهو الذي قاده إلى أن يكون وهابيا بشكل رسميا واضح علي الأمين وغير هؤلاء هؤلاء لا يكذبون عليكم هؤلاء لا ينطلقون من خلال منهج وهابي هؤلاء ينطلقون من منهج حوزة النجف من المنهج الذي يدرس في حوزة النجف وإذا وجدتم بعضا يعترض عليهم فإما لجهلهم بالمنهج وإما لأنهم يريدون أن يركبوا الموجة أن يتحدثوا بما يتناسبوا مع عقائد عوام الشيعة هذه هي الحقيقة من الآخر أنا لست ماركسيين أتحدث من خارج البيت ولست علمانيين ولست وجوديين أنا واحد منهم أنا داخل فيهم فيما بين الجلد واللحم صحيح أنا أعيش في لندن لكن أخبار النجف وما يجري في زواياها وفي تكاياها وكواليسها أعرفها بنحو لا يعرفه النجفيون القاطنون في النجف أنا جزء من هذا الواقع ومن هنا لا يستطيعون أن يردوا علي فأنا عارف بالتفاصيل من أولها وآخرها ترجمة نانسي قنقر